قللت شركة سومون لتسويق النفط من خطورة اللغم الذي عثر عليه ملتصقا بإحدى بواخر نقل الوقود في ميناء البصرة الشركة وفي بياننا قالت أن الجسم صنف على أنه غريب وجده ملتصقا ببدن الناقلة أمتي بولا لا يؤثر على الصادرات من ميناء البصرة النفطي نافية أن تكون الناقلة متوجهة إلى موانئ التصدير العراقية وأنها موجودة في منطقة المخاطئ المختافة قرب خور الزبير منذ الخامس والعشرين من تشرين الثاني ولم تكن قادمة من موانئ دول الجوار بحسب البيانة